المحكمة الدستورية العليا تستعرض حصاد عشر سنوات في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 خلال جولة تفقدية بمحافظة أسوان رئيس الوزراء يؤكد الحرص على متابعة مشروعات حياة كريمة في مختلف القرى مقتل أربعة أشخاص من الحارس التوري الإيراني في غارة إسرائيلية بالعاصمة السورية دمشق نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم عقدت المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا عالميا تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 وذلك بقاعة المؤتمرات في مقر المحكمة وشارك في المؤتمر الذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014 شارك كبار رجال الدولة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كما حضر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد إلى جانب رجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 أضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة تعمل على إحداث توازن بين نصوص الدستور لتحقيق تجانس بين أحكامه مع الحرص على حقوق وحريات المواطنين التي ترتبط بواجباتهم العامة فلقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني لأحدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوسيقة الدستورية القائمة التي تقبل دوما تطويرا وتعديلا يتوافق مع اعتبارها وسيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلة للدولة والمواطن معها ترجمة نانسي قنقر 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 وهذه الرقابة الدستورية لم تكن أبدا محد شعار يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة إنما هي حقيقة وواقعا استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب ترجمة نانسي قنقر 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 استعراض هذه الهيئة المؤقرة لتاريخها المشرف من العمل خلال عشر سنوات في تطبيق هذه المواد وغيرها الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك نانسي قنقر 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 نانسي قنقر